بعد خمسة أشهر على تسنومه رئاسة الوزراء يواجه الكاظم سيلا من الهجمات والتصريحات النارية حيث تباين مواقف الكتل والأحزاب اتجاه سياسته ابتداء من زيارته إلى واشنطن وتحركاته الأخيرة بمكافحة الفساد وضرب الفصائل المسلحة الخارج عن القانون وتحديد موعد الانتخابات وصولا إلى حرب الكاتيوشا الأمر الذي يجعله في امتحان صعب في تنفيذ برنامجه الحكومي بالتأكيد هناك كتل وهناك فصائل وهناك أحزاب سياسية لا تريد الكاظمي لأن الكاظمي له ما لقدر أقول سلبيه ولكن هناك ضعف الكاظمي ليس هناك كتل تدعم الكاظمي اليوم الكاظمي فقط مدعم انصح التعبير لمرحلة موقتة من قبل الشعب المتظاهرين لأعطاه هذا الفسحة لشهرين ثلاثة حتى يقوم فبالتالي الكاظمي ليس لديه كتل الكاظمي لديه جمور فيما تبقى سياسة المحاور بين أمريكا وإيران والتي يحاول الكاظم فيها مسك العصى من المنتصف الأكثر تعقيدا في اتفاق الكتل عليها إضافة إلى خشيته من عودة العنف بالتزامن مع ذكرى مرور عام على انطلاق الاحتجاجات الشعبية وهو ما يصعب عليه تحديد وجهته والسيرة بشكل سليم باتخاذ قرارات حاسمة ومصيرية لا زالت اليوم الدولة العراقية غير مستقرة باعتبار لم يتكامل هيكلها الإداري من مكالات من مدرع عامين من مواقع بهذا الاتجاه لدينا اقتصاد مطلوب أن يعالج لدينا مواقف سياسية وإشكاليات لدينا سلاح منفلت بالبلد يجب أن يحل ومن زاوية أخرى يرى مراقبون أن رئيس الوزراء يسير ضمن البرنامج الذي وضع له من قبل الكتل والتحالفات السياسية التي جاءت به وهي الفاتح وسائرون والحكمة والناصر فهم المسؤولون عن سياسته الداخلية والخارجية تتباين مواقف الكتل تجاه سياسة الكاظمي الداخلية والخارجية ما يجعله دائما في امتحان صعب في إرضاء جميع خصومه من عربي البشيرة الحسن قناة الفلوجة